اشتركوا في القناة ساعة مرحبا بكم وشكرا على الدعوة وتحية لكل مستمعي إكسبرسي فيم اليوم الحقيقة وهذا كان بيان المكتب السياسي للحزب وكان بعض نقاش شطويل اليوم فهم ديكلاج كبير ما بين العنوين المعارك السياسي اللي موجودة في البلد وبين المعارك اللي نعتبروها هذيك المعارك الحقيقية متاع التوينسا في عيشتهم اليومي شو معناها اليوم شنية المعارك الأساسية ولا العنوين الكبرى اللي قاعدة اليوم كل ما تحل جرايط كل ما تحل الاخبار كل ما في بلاتو في أي لقاء تسمح تسمع الصلح الجزائي تسمع تطهير الإدارة تسمع مقامة الفساد تسمع آآ يعني آآ أموال منهوبة آآ البناء القاعدة يعني هذي هي العنوين الكبرى ولكن اليوم وعلى وعلى أهميتها راو على أهمية هذي الأعنوين معنا مش قاعدة نقول اللي راو هذي مسائل ما ميش صحيحة ولا فيها صحيح فيها الغالط فيها يعني حاجات درجات بتبيع ولكن اليوم نعتبرو اللي فما حاجات أهم بياسر ومعارك أكبر ببرشا ولحقيقة المردود متاعنا كتوينسا كدولة كسلطة قائمة كمجتمع عامة المواضيع هذي لحقيقة ضعاف يسر فيهم ومانيش قاعدين قدموا بالعكس قاعدين نوخروا هل آآ اليوم آآ بلاد المعارك هذي العنوين هذي هل تحل مشكلة الفلاح اللي داخل عمناه والمعناش سابة متاع قمح عم جاي شنو مش نعملو معناش اسم ده معناش زريع اليوم هل العنوين المعارك هذي عطات جواب للفلاح معطاتش اليوم عنا عودة مدرسية الاولياء بتاع تونس كل منشيرة ما عندهم الكرتابة متاع كل صغير شو بقداش تكلف ومنشيرة مش عارفين هل ازمة التعليم الابتدائي تحلت ولا منشيرة الازمة المعالمين سناب شارج عوفم عودة مدرسية ولا مفهماش هذا عنوان ازمة كبير في مخ كل ولي تونسي اليوم هل العنوين هذي تجاوب في المواضيع هذي مفهماش اليوم عنا مشكل كبير بتاع ماء هل شنو شنو رؤية تونس المشكلة الماء على تلاثين واربعين سنة مش نقعد هكا نقصه في الماء على بيت شنو الحلول شنية شنية عملنا شنية تحركنا اليوم آآ كشمار ولا الورقة بتاع الضول يجي مستيق وكالعارك على الفاتورة التقديرية وستيق مرة تتعمل للروليف وما تعملش الروليف اليوم ولا كشمار للتونسي كشمار حقيقي للتونسي يقعد في اي بلاسة كل ما جيك الوقت على الفاتورة التقديرية ولا بيت تحط يديها على قلوبها هل عنوين هذي تحل مشكلة البلاد يعني احنا اليوم معناها عامة نعتبر اللي فما مساء الجوهرية ومساء المعيشية آآ قاعدة يعانيوا فيها التونسة كل يوم ولكن العنوين السياسية والمعارك السياسية اللي قاعدة تدور على الساحة السياسية هي بعيدة كل البعد على المعارك هذي والاشكاليات هذي احنا كحزب سياسي احنا نعتبره اللي الاجسام الوسيطة عندها دور كبير في المجتمع وعند دور كبير في البلاد احنا قاعدين قوموا بدورنا قاعدين حاولوا نجلبوا الانتباه للمواضيع الحقيقية اللي نعتبروها احنا على الاقل مواضيع الحقيقية واللي تهم التونسة بشكل او اول وتحللهم مشاكل عيشتهم اليومية يعني وهذا اللي قاعدين هذا دورنا اللي ترحينه على انفسنا وهذا اللي قاعدين قدموا فيه تقريبا منذ تأسيس الحزب اما وليدها لتعتبر الساعة وانو الدولة التونسية عندها اهامش التحرك الليزم بش او القدرة على حل المشاكل هذي على خاطر كان نعتمدو على الخطاب الرسمي اه انتي حكيت على مسائل التزويد على سبيل المثال فما لوبيات ومحتكرين ومضاربين حكيت على زيادة في الاسعار ما يغيبش عليك اللي اه العالم الكل في كونتكست متع اه انفلاسيون طالعة اه مع انت كل حاجة كل حاجة كل مسألة من المسائل اللي اثرتهم عندهم عندها تفسير اه في غالب الاحيان يفوت الدولة التونسية اذا كان نعتمدوا على خطاب هاته الدولة وهذا هذا ممكن نقطة الاختلاف الكبيرة لانه نعتبروا اللي فماش مشكلة اليوم موجودة في تونس ما عنداش حل موضوعي وقد يكون التفسير في بعض الاحيان الغير موضوعي للمشكل كما مسألت الاحتكار مثلا معناها توا قاعدين نقولوا اللي تونس فيها مشكلة تخبز على خطر الاحتكار وهذا غالط غالط ومش صحيح مش معنايا فماش احتكار فما في اي دمان فما فما ناس نتنجب تتجاوز القانون وهذا القانون يزم ياخذ ام اجراء فيهم ما فيش حتى كلام لكن المشكلة الاساسي اكبر ببرش عمناول قمح معناش سب منظومة انتاج الحبوب في العالم الكل راهو مهتزة بالحرب في الاوكرانيا احنا ما عناش فلو احنا توا حاليا في وضعية متعمالية اللي تخلينا نفاضلو نجيبو بابور اه دوي ولا نجيبو بابور قمح ولا نجيبو بابور اه بابور محروقات ولينا نفاضلو السكرة ونجيبو توا شوية من زيرة شوية كذي يعني احنا عنا مشكل اساسا متاع تزويد وتزويد ومشكلة متاع خلاص متاع البرتونير اللي نشريه من عندهم توا ما يهبط لك البابور القمح الا ما فلوسوا تصلوا لانه الازوبراتور اذو ما عاش عندهم في قف الدولة التونسية اليوم ما نعطيك حاجة اخرى لزاسورانس لزاسورانس الموجودين على التجارة الخارجية اللي موجودين في الاوروبا الكل هم قاعدين ينحيو في اي اسورانس على تونس معنا يتمشي لا تقول لو عندي انت كاور اي في اي بلاد في اوروبا بش تمشي عندك تونسي بش يستورد مواد اولية للمعمل امتاعه يقول لك معاش نامن يقول لك راو معاش ننجم نبيع لك على خاطر التأمين متاعي تنحق يزمك تخلصني تخلصني كاش واليوم وضعية المؤسسات التونسية يعني مغير ما نحكيو عليها عنا اه مئات ولا الاف من المؤسسات تضرت بعض الكورونا تضرت بعض الوضعية المالية متاع الدولة لانو ما ننسيوش اللي الدولة التونسية راهي اه اكبر الكليون في تونس للشركات التونسية معناها من من اكثر اللي يصرفوا فلوس يعني نصف التسوي اي كونوميك التونسي مرتبط اساسا بوضعية المالية متاع الدولة معناتها الوضعية هذية اللي كنا كنا نفسروا فيها في قراءتك انت فما نقص مطع موضوعية معناه مش كي مش نرجعو لله معناتها ما ناش قاعدين ما قاعدين نلاحظوا في مشاكل لكن معناه الدولة على الاقل ما هيش قاعدة جيب في ايجابات موضوعية متاع موضوعية في تفسير المشاكل واستغلال الازمات هذية استغلال سياسي لي تغطيع على عدم القدرة لمجابهة الاشكاليات الكبرى هذي اللي قاعدين التونسية يعيشوا فيها يعني هذا هو اللي يعايشين فيه يعني نوع من من الغلاف نوع من الغلاف وتعرف اللي فما فما جمهور للبعض النوع متاع الخطابات اللي يحفزها ويعني وهذا معناها عطوا عنا سنين واحنا نقاعدين نعانيو فيه معناها توا فما كلام غير موضوعي لكن اللعبات تاخذو وتصدقو وتقدم بيه وت وتناقش بيه وقت اللي الحقيقة والموضوعية تفترض حاجات اخرى كبيرة يسر هاذا المسألة الاولى لانه هذا اذا كان اغزرنا للتصويره متعتوه الانستون هذا لكن فما مسألة اخرى ما اخطر اللي هو احنا الوضع موش قاعد ماشي في التحسن احنا الوضع ماشي في التأذم بيش حذرنا يسيدي ها الوضعية اليوم هانا بلوزوم واو عايشين قاعدين نحاولون معنا ياو فيفوت يقول بالفرنساوي غدوة كيف بش نعملو غدوة الوضعية المالية ما عنا حتى بادرة تقول لها باش تتحسن بتاع البلاد اا دوسي لفمي ماناش عارفين مش عاودي تحل مش في عاودي تحل البيست متاع إيطاليا تسكرت اليوم حتى الإيطاليين يتحطوا على صمود الدولة الإيطالية قدام خمسين ألف مهاجر جيهم من الجنوب ما يتحدثش على دور متاع الدول الجنوب لدور تونسي لأي دولة أخرى يعني اليوم البيست هذيك اللي ممكنت ممكن تفتح بعض الأفاق على الموضوع الأفمية وفامة ديبريسيون ووقتها صار من الأنين أوروبيين على الأفمية اليوم هذا ما عادش موجود شنو شنعملو ما هي البدائل شنو حذرنا شقاعدين نعملو انتريتون شنو قاعدين نخدمو وين الخدمة ما هو المنجز في العمل متاع كل يوم هذا هو السؤال الحقيقي ما هو المنجز ناحي العناوين السياسية على جنب وناحي المعركة السياسية الموجودة في البلاد وناحي كل شيء على جنب عادينا ما هو المنجز اليوم هات ناخدو مثلا المشكلة بتاع الخبز لو كان جينا نحبو نطبقو الحلول الفعلية اللي بش نلقاو حل لي هالمشكلة هذية شنو شنو كنا نعملو وليد شو المسألة شوف مسألة الخبز بتتوى خاتر مذكرت اللي المسألة ازمة عالمية متاع حبوب ومشكلة متاع مالية اللي هو الدولة ما عنديش بيش تخلص وعليش الدولة ما عنديش بيش تخلص عليش؟ على خاطر الدولة رو نحب نذكر حاجة الدولة رو في تونس من اكبر اللي رأسيوه في العالم ميزانية الدولة على البي بي رو من اكبر اللي رأسيوه في العالم معناها اذا كان انتاج بتاع توانسل كل ما بعضهم 130 مليار مثلا الدولة تنسية قاعد تصرف يشترهم وتصرف يشترهم مش مززية علاش؟ على خاطر ديما نرجعو احنا في في افاق تونس دائما نفس السؤال يا ولادي وقيت راهو باش نتفقو مع بعضنا شنية الدور متاع الدولة اللي نحبوه؟ هل نحبو دورة تعمل في كل شي وفي الاخر ريال ماه؟ انا قاعدين شوفه ما هي ناشا في حد شي لا يناشا في صحة عمومية لا هي ناشا في تعليم عمومي لا هي ناشا في امن لا هي ناشا في في اي دمان اه القضاء المرفق القضائي يعني تركنا المشاكل المساكل الاساسية컬 المرفق القضائي نمشيوا لاي محكمة تشوفوا الازدحام وتشوفوا البروات المكتسة والشي على بعضو ومصالح الناس معطلة سنوات كل شي قاعدينما تلهين بالامور العخرى دائما اللي تحت العنوين المعارك السياسية لكن هالعمل اللي اللي ممكن يعطي خدمة للتوينسة هذا اخر حاجة نخمو فيها. وهذا مش نرجع عن بعد للبيان هذا السبب هذا بعد النقاش تانا الكل يعني هذا عليش البيانة ذاك النجم ونعتبروه عنوان لحزب افاق تونس في ولا تحرك افاق تونس في الفترة القادمة احنا بش نحاولو في كل موضوع نحاولو نعدلو البوصلة ونحاولو نجيبو النقاش العام نحو المسائل الجوهرية لتهم التوازن. وهذا اللي بشيكون صعيب برشة. هذي بشيكون صعيب برشة على خاطر مطلعة بتبعية الحال على الحياة السياسية. هو العمل السياسي وقتاش كان سهل. لا توازد توازد سعب على قبل على خاطر توازد بين ال بين مختلف الشعبويات والشعارات والضجيج. يظهر لي حس اكثر منه حاجة اخرى. وبين اه نوع من الممارسة السياسية الخائبة اللي تعتمد على تسريبات وتعتمد على تسجيلات وحويج من النوع ذات. اه كيفاش ينجم افيق تونس ي ي ي ي ي ي ي ي يرجع الحوار لنوع من العقلانية اللي كنا نحكيو عنه? وليشو احنا نعتبرو اللي في الاخر في الاخر في الاخر لازم يجي وقت ويرجع العقل. هذا يعني على الاقل اللي خلينا احنا عنا الطاقة وعنا القوة وعنا الاقتناع. وكل انك تقوم السباح تحاول تتحرك وتحاول تصلح حاجة. احنا نعتبره اللي بشي جي نهار وبشي جي وقت اللي ولا ومش صحيح لو توا العباد دو بلوز ان بلوز قاعدت اه توعى اكثر بالوضعية. وفما تواقع احنا خاطر قاعدين نتحرك وقاعدين نحكي مع الناس. اه قاعدين نحاولوا نقربوا اكثر ما يمكن للعباد ونتحدثوا معاهم و و و و نسمعوا منهم. سورتوه على خاطر فما اشكاليات ممكن انا في حياتي خاصة ما نعيش همش لكن ممكن فما مواطن اخر يعيشهم ممكن هو يفسر هالي خير من يفسرها هنا. يعني وهذا هذا طريقة العمل واحنا باتباعتنا را و ما ما يزناش ننسيه اللي كنا نعانيه في انواع اخرى واشكال اخرى من من المسائل المقلقة سياسيا اللي تخلي العمل السياسي مهوش مريح وموش مرتاح. احنا اخي السبان موش جديد. اه السبان راو نعانيه فيه من الفين واحداش. وتعطي حلق در. و جبدان يعني الاعراض. موش جديد. التسريبات بلكشي تو تو. التسريبات راو عنا سنين الله نعانيه فيها احنا وصلت فما تسريبات على مسائل في في قمة الخطورة على مقاومة ارهاب على حاجات انه هكا يعني وثائق متاع الدولة تحوس على فيسبوك ومش جديد. يعني هذا بتبعض بطبيعة اليوم الامور تعقدة تكثر خاصة بال بالاتفاقات الاخرى وقانون اربع وخمسين الى الى اخيره. ولكن احنا دائما نعتبر العمل السياسي راو عمره مكان فسحة. وعمره مكان خاصة كتقوم على على المبادئ الاساسية والحقيقية متاع العمل السياسي. عمره مكان فسحة. وعمره مكان نزهة. وعمره مكان فيه مصالح بالعكس. يعني اكثر ممكن عمل انت معرض فيه للحاجات هذي كل. ما لكن كنجيه القراءة واقعية زادة وليد اصفر رئيس المكتب السياسي اللي فيق تونس. اه هتناخذ ومش نحكي على تونس بالاساس. اي رقعة جغرافية في العالم كتلقى خطاب شعبة ويجي للعباد يقوله انا بش نرخص لك في هذي. بش نجيب لك فلوسك المنهوبة وبش نرجع لك كذا. وبين خطاب عقلاني اللي هو يقوله بش نصلح المنظومة الفلانية وراوه كيبش نصلح يلزم بش يزيد اه سعر المادة الفلانية وإلا مساهمة الدولة بش ننقص وبالتالي انت راكبش تدفع بصفة مباشرة. الرواج ديما للخطاب الشعبة ويقدام الخطاب العقلاني. الخطاب العقلاني ما يبيعش وليد سفر. بتبيعة بتبيعة لكن لكن هذا. الا الا اذا كان فما وعي سياسي شعبي واسع اللي هو ما انا راشي اذا كان اليوم موجود في تونس ولا لي? موجود ولا مش موجود لكن من دورنا احنا كاجسام وسيطة اللي نعتبرو عندها كما قلت لك دور مهم في المجتمع. ان نبنيو الوعي هاذ. اذا كان احنا ما نسعاوش باش نبنيوه وقتش بشي تبنيه. يعني موش بشي تبنيه جملة. احنا كنا اليوم الا اولا الوعي راهو موجود. ممكن مش في اللي احنا نتمنىوها ولكن موجود. فما الناس واعية وناس من المستويات الاجتماعية الكل. يعني وبالعكس. على قد ما ما تكون في وضعية صعيبة على قد ما ما الوعي وال والفتنة في في ادراك بعض المسائل اه يتحسن خاطر خاطر الناس تعيش في المشكل. حقيقة ان يعيسوا قاعدين يعافسوا على الجمر على العبيد. اصبحت مسائل عملية معناه. معاتش اه خطابات. معاتش فقط خطابات. وقاعدين يسمعوا في الدكلاج ما بين الخطاب الرسمي وبين مشاكله هو كل يوم في الصباح. وهذا قاعد يكون في واعي من غير حتى احنا من املو حد شي. يعني الوعي قاعد يتكون بتبيعته. ولكن احنا موجودين للحديث مع الناس لتأثير هاله هاله هالبريز دو كونسيونس هذية. لانه ينجم راو تصير بطريقة غير مؤترة راو تنجم تكون زادة عواقب متاحة مشباهة. لانه النجم تتطور الى مسائل اخرى. لانه المشاكل الحياتية اللي عيشها التونسي كل يوم. اللي روح الصغاره ما عندوش خبز في يده بش يوكل صغاره. راو طو وتار باش يترشق. وممكن تكون الرياكسيون بتاعه خائبة. وممكن تتمشي الى مسائل اخرى ما نتمنى وهيش لبلادنا في اي ظروف كان. نفسك المواطن اللي قوم يجري صباح بش يمشي يشد الصف في الكوشة بش يشري الخبز الصغاره. اه في في زادة في نسبة واسعة. يفرح برشا كيتمزج باي شخصية سياسية فلا في السجن مثلا. ظرفي. ظرفي نعتبره لمسائل ظرفية فما حد شي دائم في الدنيا ايه. فما حد شي دائم. فما امور ظرفية فما وضع ظرفي قاعدة تمر بيه البلاد. اه مر اللي فات نتحدث مع مع بنتي قلت لها قلت لها اللي عايشين وتاوا في تونس. بنتي عملها اثناشن سنين. قلت لها عايشين وفي تونس ريتك دروس تاريخ اللي عندك اه من اه الى صار كذا في الدولة. بشي سير جملة. علي صار في تونس. اليوم جملة في درس تاريخ يحكي على تاريخ تونس. باش يحطوا من اه سنت كذا الى سنت كذيرة وصار وصار في تونس ويعملوا كونكلوزيون ويتعديوا المرحلة اللي بعد. شنو حاس تقديرك الجملة مش مش اه شنو التوصيف اللي مش يتحرك. مانيش انا مانيش انا عامش ناخذ المسئولية انوصف. فمنذ الليلة مش دوري انا دور مؤرخين باش يقوموا بيه غدوة ومن جرأش اللي ناخذ دورهم كل واحد عنده سبيسياليتم تاهم بالدنيا خلينا احنا هكي ومناش زلمين. فما فما نوع من اه سوق التفاهم اللي مش سوق تفاهم خالط يتسرب من خلال قراءة البيان متاع المكتب السياسي متاع افاق تونس. واذاك علش نحبك انتي كرئيس المكتب اللي توضح النقطة هذه. فما شكون اه مش في بالو او فهم انو لوم افاق تونس على المنظومة الحالية يقتصر على مستوى المنجز الاقتصادي والاجتماعي. وكأنو افاق تونس اه موافق على الباقي اما كان جاو فما انجازات حقيقية راو الامور واضحة وراو راو افاق تونس اه مساند وراو معا المصار اللي موجودة في البلاد اليوم. وابربي السيدة ذا لي قال لي ما ممكن فهم بالغالط هالقراءة بياناتنا الاخرين الاقتصر على البيان هذا برك. هالقراءة البيانة تحطو فيها على الاستفتاء والبيانات تحطو فيها على الايقافات. وبيانات تحطو فيها على الوضع السياسي في البلاد. يعني احنا ما فماش يظهر لي موضوع مهم ما كانش عنا فيه موقف وموقف واضح وصريح ودفعنا عليه بكل شفافية وبكل بكل وضوح ما هوش معناها اليوم معناها اللي حب يقرأ يفسر بالطريقة هذي هو حر في ذلك له ذلك ولكن هذا بعيد على الحقيقة وبعيد على الواقع احنا نحب نذكر بلكش فرصة اني نعمل تذكير سريع بالأحداث الكبرى اللي صارت في تونس خمسة عشرين جويل يا افاق تونس قال هذي ممكن تكون صدمة ايجابية على شرط انه نرجع بسرعة للتنظيم العادي للدولة ونخرج من الوضع هذيك لانه كنا نعيش في ازمة سياسية وكانت فما بلوكاج معناه على مستوى كل مؤسسة الدولة جين بعده المرسوم مياه سبعتاش اللي افاق تونس خليه يغير مش هو مش تغيير موقف ولكن هو اتخاذ موقف على اساس الشروط العمل في الفترة الجاة وذول الموقف اللي خذيناه كان واضح وصريح خرج الاستفتاء قلنا كنا ضد الدستور وشاركنا في حملة لا ضد الدستور واليوم بعد اللي صار الناس كل فهمت اللي كانت الطريقة الوحيدة للتصدي للمشروع السياسي اللي جاي بيه رئيس الجمهورية هو بالصندوق وانا نقوله لا ولا مسيف ما كانش هذا رأيه اغلبية في ساحة سياسية لكن احنا تحملنا مسئوليتنا التاريخية وعبرنا على موقفنا ودافعنا عليه بكل ما اتينا من جهد وتعرضنا للهرس لو للضرب والمشاكل وفيهم حتى شكون ضربنا وبعد مشاش كابينا معناها التواذي الاقوى حاجة صارت في في العوامل اللي فاتت يعني وفي كل محطة دائما كان حزب افق تونس عنده فيه مواقف واضحة ورؤية واضحة وحتى بفكرة اليوم احنا اصلا اه لو لو نتحثوا على شنية الحاجات اللي لازمها تتغير في تونس فاما نقطة اساسية فيها الدستور الدستور وفيه مسائل جوهرية كبرى اشكاليات كبرى قاعدين نعيشوا فيها وقاعدين نعيشوا في التأثير متاحها اليوم مباشرة كما مثلا اعتبار انه القضاء معاش سلطة ولا وظيفة وظيفة معناه يخدم عند شكون يخدم عند الجهة اللي يتخلص فيها اللي هي السلطة التنفيذية وهذا اه خلق ديزي كيليبر كبير في 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 النظام وفي الكيليبر دي بوفار في البلاد وهنا قاعدين نشوفوا في في يعني في التطبيقات متاع الشياذي على ارض الواقع ايجلاج هنا بعدة مسائل اخرى تحدثنا فيها باطلاب وفي اطار في اطار هاته الشفافية شنورة يوليد صفر في مسألة المرشح الوحيد هذا في انتخابات الفين واربع وعشرين فمعدد من الاصوات قالوا تصلوا بكم اه وتطرح اسم سي فاضل عبد الكافي بتباعة الحال هل اول حاجة ساعة تم تداول المسألة هذية على مستوى هيكلي في الحزب واذا كان لا رأيك الشخص يهمني زادا شوف احنا اه مش نزيد على اللي قلت وانت حاجة اخرى اللي احنا كنا احنا من الناس اللي تسعى لهذا مش فقط مطروحة علينا لانه احنا نعتبره ساعة فقط للتذكير في حزب افاق تونس اه في كل في زوز محطات الانتخابية الكبيرة متاع الانتخابات رئاسية الفين وربعتاش والفين ونتسعتاش حزب افاق تونس لم يقدم مرشحا وكان هذا اختيار داخلي في الحزب وكان مبني على اساس انه احنا العائلة السياسية اللي ننتميولها الموسعة رأوا ما عند هاي الشانس انها تربح في الانتخابات اذا كان ما يكونش فهمة اتفاق على شخصية ولا اثنين ولا يعني يكون اتفاقي قرب وجهة النظر بين الناس كل في الفين وربعتاش نجح سلبيجي قاية سبسيا اللي يرحمه في الانتخابات الرئاسية وكنا دعمناه في الانتخابات الرئاسية وفي الفين وتسعتاش كنا دعمنا مرشح مستقل في الانتخابات على اساس وحاولنا نجمع حوله العديد من الشخصيات وفهم حتى ناس كانت متراجعة حاول وتراجعت اه اللي فاقته كنا في الطرف حتى في النقاش مع الناس هذوما يعني كان دائما يعني هذا كان في الفين وربعتاش في الفين وتسعتاش المحصلة في الفين وتسعتاش اللي العائلة السياسية بتاعنا الموسعة كالي اسمها قدمت تقريبا عشرين مرشح احسن مرشح فيهم جاب عشرة في المياه اللي هو سي عبد الكري الباقي كل اثنين وواحد واحد واثنين وخمسة وثلاثة واربعة يعني اليوم ممكن كنا ما نعيشوش اللي قاعدين نعيشوا فيه اليوم في الوضع السياسي اللي عايشين فيه اليوم لو كان جا فمها الاتفاق هذي احنا نعتبره اللي كان خطأ من العائلة السياسية ما تحملوش طرف واحد ممكن يتحملوه الكل الكل للافراد العائلة هذي لكن نفس هذا الكلام احنا قبل الفين وتسعتاش لا لا ما قالش شنو الضمين كونو ما نعاودوش نعيشو نفس التجرب ما تطيعش حتى الضمين لو في السياسة فما تسعى وكا احنا من ناحيتنا على اقل واجبنا نعملوه اللي احنا نسعى وتحدثنا وكنا نتحدثوه مع عدة أطراف يعني في هذا ومن غير حتى ام ما نعيش حتى تبوه حتى واحد لانو احنا ناس موضوعيين ناس نعرفو نقرأوا الصنداج نعرفو نقرأوا الأرقام اه نعرفو الميكانيك بتاع الانتخابات كيفاش تتعمل يعني اه فما ترشحات نعتبروها غير جدية سؤال مو باشي فما ناس تترشح انا تحدثت مع بعض المرشحين لانتخابات الرئاسية وهذا نعتبرو معناه بربي ما تسألوني شكونوا وكيفاش نعتبرو معناه لحقيقة الجواب كان مخجل اه معناه مرشح لانتخابات الرئاسية يقول لك انا انا هذي كان التموقع انا مترشح للتموقع وهذا لحقيقة معناه قاعدين نلعبو بمصير توانسة في جرد هالترشحات الغير جدية بح اذا كان في اذا كان تصير انتخابات في الفين واربع وعشرين من الفرضيات كونه افاق مرة اخرى ما يقدمش مرشح ويدعم مرشح اه يكون فيه التوافق مع العائلة احنا مع السعي اللي نحكي وفيقه بالتباع احنا ومعناه احنا قابلين بقواعد اللعبة اذا كان نعتبر وليفهم مرشح خارج الحزب اه يكون ينجم يمثل حل تونس وينجم لم يحاول دعم امتع العائلة سياسية بيشير تشوفوا في بروسور حاليا اليوم على الساحة تشوفوا في بروفيل اللي تنجم وتدعموه اليوم ممكن ممكن لكن ها قتلك احنا مانيش فمسلك شكور مطل شوف اخذر معناها المواضيع هذي منزل تساب قليئة وينها شوية لانه احنا اصلا لعنا لارزنامة انتخابية لعنا منطقيا منطقيا ما زال عام على انتخابات منطقيا احنا تعلمنا في العامين اللي فاتوا للمنطق متاعنا والمنطق متاعك ممكن يكونوا مختلفين معناها دونك دونك منطقيا اوكي اما واقعيا ما فهماش منش عارفين مش نقعد بنفس قانون الانتخابي ولا بش يتغير واقعيا شنية شنية الظروف اللي بش تم فعل انتخابات قبل كل شي واقعيا اه وقتش تم دعوة الناخبي نحنا اليوم عنا انتخابات جاء لليوم ما فهماش دعوة للناخبي ها فهم بتاع الدوزيام شامبر مثلا معناها الامور كلها العملية السياسية بكلها تعمها الزببية الاختياري ناجم يكون مقاط على الانتخابات اذا كان هالظروف هذي ما لقيتوش فيها الزمانات الكافية هذي كلها قلت لك هذي كلها مزال البكري عليها هذي لعنها اللي هاجس متاعنا ما وش هذة رو اللي حركنا كل يوم الصباح ما وش هذة هي المواضيع اللي كنت تتحدث فيها بكري هي مواضيع الافلاحة وموضوع الانرجية وموضوع الماء وموضوع القفة اه ولو توق كلمة القفة ولا تمستهل كشوية هذة هو المسائل الاساسية وراه اذا كان المسائل هذي ما نلقا هذي على الاقل حلول ظرفية شكرا لك رئيس المكتب السياسي لحزب افاق تونس وليد صفار كنت ضيف الانتربيو بعد لحظات صفية المحرر في نشرة مفاصلة الاخبار وراجعين في الاسبريس